قلق طلاب القسم اللي رح ناخده اليوم يعتبر من الأقسام الهمة جدا بتعلم اللغة التركية اليوم رح أتعلم شون بدي أصرف على شون بدي أصرف الفعل على المضارع يعني الشمدكي زمن نحن منقول له الشمدكي زمن أو المضارع نحن مثل ما بنعرف نحن باللغة العربية في عندي الزمن الماضي زمن المضارع الزمن المضارع اللي رح نتناوله اليوم بدرسنا طبعا أول شي رح نتناول المثبت يعني متل وقت اللي نحن منقول الفعل يذهب على سبيل المثال بالمضارع فرح ناخده بالأولوملو أولوملو معناته مثبت يعني ما هو منفي يعني عكس المنفي اللي هو المثبت أولوملو طبعا رح نتناولن كلياتنا هلأ بس أنتو ركزوا لي على المفاهيم الرئيسية هدول رح نتناولن كلياتنا إن شاء الله والشغل الثاني رح ناخد المنفي أو النفي اللي هو الأولومسوز والشغل الثالثي رح أاخد الأولوملو صورو يعني مثلا أنا خليني أدرب لكم أمسي بسيطة هون أولوملو يعني يذهب النفي مثلا لم يذهب يعني كمثال أولوملو صورو كمان أولوملو يعني ما هو منفي رح يكون مثبت لكن بشكل سؤال يعني مثلا هل يذهب كمثال أولومسو الصورو اللي هو السؤال المنفي يعني يعني هل لم يذهب هيك رح تصير إذن برجع بعيد عسريا الفعل المثبت يعني يذهب بالمضارع هون لم يذهب أو لا يذهب أو ما إله هنالك يعني الصورو أو الأولوملو الصورو يعني هم سؤال وهم إيجابي هم أولوملو يعني ما هو منفي مثبت رح يكون يعني هل هو يذهب السؤال المنفي هل هو لم يذهب هدولها كلها رح نتعولن باللغة التركية طبعا فيه إلن لاحقة جدا مهمة رح نطلع على الهدف الأول شمديكي زمن إيكي اللي هي لاحقته رح تكون اللاحقة يور اللاحقة هي يور أكيد كلها يكون أنتوا سمعانين جيد يورم جيد يورسن هل حكي هذا كلها يكون سمعانين أنتوا فيه إذن بحالة الأولوملو مثل ما اتفقنا أول حالي أنا عندي إياها إذن اللاحقة رح تكون عندي إياها هي يور مثلا نطلع على المثال الأول قال قال الفعل قال هاد خليته على حاله هذا جزر الفعل تمام عم أقول لي بالقاعدة ننتقل على القاعدة أول شي نشوفها باللغة العربية وبعدها ننتقل على الأمثل الموجودة إذا انتهى الفعل بحرف ساكن يعني ليس حرف صوتي الحرف صوتي ثماني مثل ما بنعرفه مو هدول الأحرف الثماني إذا انتهى الفعل بحرف ساكن فيجب أن نضيف مساعد صوتي للفعل يعني شون مساعد صوتي للفعل أطلع الحرف أو الفعل قال انتهى بحرف A اللي هو A هذا مين بطابقه صوتي طابقه E هذا الشيء أخذناه نحن من قبل إذن قال طبعا أنا اللاحقة عندي هي هايور مثل ما أنا شايفين وبالتالي مشان أضيف اللاحقة بشكل صحيح لازم أضيف مساعد صوتي للفعل المساعد الصوتي للفعل هو أ إ أو أ هدول المساعدات الصوتي الأربع الموجودات عندي إذا انتهى الفعل بأي بقول بضف له لاحقة صوتي اللي هي إ وبعدين بضيف لاحقة المضارة بصير جاليور جاليور طبعا ما رح تفهموه بشكل كامل إلا لحتى نشوف الأمثل الأربع مثلا أتش لاحقة صوتي لاحقة صوتي الحرف بإيش بآ الحرف الصوتي حرف تقيل ما بقول أتيور مثل ما عملت فوق لا بقول أتيور أتش يفتح أتيور أتيور مثل ما نحن كونوش طبعا الفعل مثل ما نلاحظين منتهي بساكن نحن حتى عم نعمل هيك مثلا حرف اللي حرف ساكن لذلك عم نضيف نحن مساعد صوتي للفعل هون القاعدة هيك بتقول لي أول قاعدة مثلا هون تش تش هو حرف ساكن وبالتالي أنا رح أضيف مساعد صوتي مثلا بطلع على الحرف الصوتي اللي قبله اللي هو أ بقول أتيور أتيور إذن الأب طابقه مين أ كونش آخر حرف صوتي طبعا انتهى بحرف ساكن شي وبالتالي بطلع على الحرف الصوتي اللي قبله أ مين بطابقه طابقه المساعد الصوتي أ تمام وبالتالي كونش ما بقول كونش وبضيف اللاحقة فورا يور وراها لا كونش يور كونش يور يز يز معناها فعل السباحة الفعل يسبح بالمضارع رح يصير طبعا حرف ساكن آخر شي انتهت وبالتالي لازم أضيف مساعد صوتي بناء على الحرف الصوتي السابق اللي هو أ طبعا بضف له مين المساعد الصوتي اللي هو أ يز يور إذن بكرر جال يور انتهى بحرف صوتي أ طبعا كل يات منتهي بحرف ساكن خلينا نكون زي كلن حرف ساكن وبالتالي قاعدتي لازم أطلع على الحرف آخر حرف صوتي موجود عن دياب الكلمة الأي بيطابقه إي الآ بيطابقه أ الأو بيطابقه أو والأو بيطابقه أ بحطنا هدولة كل يات وبعدين بضيف اللاحقة يور متل ما انا شايفين هون هلأ إذن متل ما شفنا نحن القاعدة الأولى انتهى الفعل بحرف ساكن لكن إذا انتهى الفعل بإحدى هذه الأحرف اللي هي أ إ أ أ أحرف صوتي فنضيف مباشرة لاحق الزمن الحاضر اللي هي يور ما في داعي أحط مساعدة صوتي مثلا أوكو الفعل القراءة إذا تم منتهي الكلمة منتهي الكلمة بحرف صوتي فما في داعي أرجع أضيف مساعدة صوتي لا فورا بقول أوكيور يقرأ أويو يعني النوم منتهي بحرف صوتي فبتصير أويو يعني ينام واضحة أعتقد هلأ هون إذا انتهى الفعل بهذه الأحرف وهاية ملاحظة كتير مهمة إذن لحد الآن أخذنا إنه إذا انتهى الفعل بحرف ساكن بضيف مساعدة صوتي إذا انتهى الفعل بأحد الأحرف هيا أشتغل هيك فمباشرة بضيف اللاحقة لكن إذا انتهى الفعل بأ أو إ وهي ملاحظة جدا مهمة بحذف هدول الأحرف إذا بدأ ضيف لاحقة اليور ما بصير أخلي الأحرف هدول أو إ لازم أحذف إليه يجب أن نحذفها وننظر إلى الحرف الذي يسبقها ونكتبها حسب التوافق الصوتي يعني يعني أن شوفوا التوافق الصوتي هذا التوافق الصوتي بنرجع من عيده لازم أنتو بتعرفوه على ما عرفي فيه أو إ إ إ إ و إ رح تأخذ إ أو أو رح تأخذ أو 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 رح تأخذ أو هدول هني المساعدات الصوتي الأربعة حسب الأحرف الصوتي الموجودة عندي إياها مثلا الكلمة الأولى أن ل أن ل معناتها الفهم فعل الفهم أن ل رحزوا انتهت الكلمة بحرف آ بحزف الآ اتخيلوا أنتو حطوا يعني إيدكوا على الحرف آ هذا كأنه موجود بالكلمة أبدا وروحوا لوين روحوا على آخر حرف صوتي موجود عندي بالكلمة اللي هو آ بطلع التوافق الصوتي مين إذا شفت آ مين بحط آ وبالتالي صارت عندي آ مثل ما أنا شايفين آ ن ل بحزف آ بحط الموافق الصوتي اللي هو آ بدل لأنه آخر حرف صوتي موجود عندي اللي هو آ صارت آ آ الله كمان حطوا ايدكوا على الحرف آ كأنه موجود لأنه لازم أحسفه بطلع على آخر حرف صوتي آ التطابق الصوتي آ و إذا شفت بحط بدال أو أو بحط اللاحقة صارت عندي آ ل يور آ ل يور طبعا الفعل البكاء هذا يبكي أز لمك يشتاق يعني أز آ بس شفت هدول آ أو آ بحزف فورا بحط إيدي هون كأنه موجود أبدا أز ضلت هاي آخر حرف صوتي اللي هو آ موجود عندي تطابق الصوتي لاحظوا على آ آ آ مين لازم أحط لازم أحط آ آ آ آ آ آ بعدما حزفت آ د فعل القول يقول يعني شون بدي أعمل يقول شلت شلت وحطيت بدالة مين إي يعني صارت عندي إياها طبعا بعتبر أنه هذا كأنه آخر حرف صوتي أنا عندي إياه بصار في عندي آ آ بحط دي يور متل ما أنا شايفين هون يعني يعني فعل القول بصير عندي دي يور طبعا اليور دائما بترسب آ بترسب آ دائما ياء 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 هذي لازم تحطوا ملاحظة جدا مهمة دائما اليور إيش منضيف بدالة بترسب دائما أو الحرف الصوتي السابق لا لاحظوا طلعوا هون آ 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 هذول الأحرف لازم يسب قوة لا لا حق يور يعني صار عندي دي يور يقول هذول قواعد كلهم بدي نحفظ طلاب يعني شيء عبتعرف عليه لأول مرة أكيد بده يكون نوعا ما صعب بالبداية لكن مع آ آ ممارسة الكلمات هذول قواعد بدي نحفظ بالبداية ومع ممارسة الكلمات إن شاء الله بصير الأمر سهل هلأ بان رح أحط أنا الفعل يازمك اللي هو فعل الكتابي يعني مثلا أنا أكتب أنت تكتب هو يكتب نحن نكتب أنتم تكتبون هم يكتبون هذول قليات رح أتعامل معها هلأ ياز يازمك هو فعل الكتابي لاحظوا انتهى بحرف ساكن إذا انتهى بحرف ساكن بطلع الحرف اللي قبله الحرف آ بفيد التطابق الصوتي لازم أضيف فصار يزيور وقفت خلص أنا صرفته على المضارة لكن بما أنه عندي بان لاحقت لازم تكون أم ليش بناء على الحرف الصوتي اللي قبله اللي هو يزيورم يزيورم مو لازم يجي بعد مين سان يزيور سن ليش لأنه مثل ما اتفقنا شوفوا آ آ آ دائما عبيل حق آ آ آ مثل ما شفنا نحن بعدين بضيف اللاحقة يور 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 بعدين سان يزيور سن أو يزيور ما بضف لأي لاحقة هذا ضمير الغائب هو بيز يزيور رز سيز يزيور سنوز هاي اللاحقة اللي بتجي للسيز ان لار لاحقت لار دائما يزيور إذن لاحقت البان أم يزيور يزيور سن أو يزيور بيز يزيور سيز يزيور سنوز إذن كونشو راح أفيد أحط هاد الحرف الصوتي هاد كونشيور كونشيور لحالة مشان البان استخدمها بقول أم كونشيور أنا أتحدث سان كونشيور سن أنت تتحدث أو كونشيور هو يتحدث بيز كونشيور روز سيز كونشيور سنوز كونشيور لار مثل ما أنا شايفين هلأ في عندي أنا بيجي التقييم هدولا كليات أنا لازم أحول للزمن الحاضر الزمن المضارع طبعا مع إيش مع الضمائر لا أنسى لاحق الضمير لازم أستخدمه أنا بالبداية أصرفه عن مضارع وآخر شي لاحق الضمير إن شاء الله أموره بتكون سهلي إذن مين خرج إنه يطلع لي ولو على قسم طلاب ما شرط إنه على كليات رهف تفضل يا رهف أول شي من قلب التيلة برافو بتصير بان جديور سن جديور سن او جديور بيز جديور سيز سيز جديور سن انت انت جديور لار أحسنت يا رهف برافو عليك كتير ممتاز إذن رهف واضح متمكني جدا ما شاء الله عليك إذن بان جيت أهم شغلي أنا عندي إياها حكت إياها رهف إنه تي قلي بت لدي صارت بان جديور شوفوا التي بغض النظر عن موضوع قلب ل تي خلينا أنا أحكي عن موضوع التصريف هلأ خلص سلمنا أنه التي رح تقلب لدي موضوع التصريف انتهت بحرف ساكن ليس صوتي فقبل الدي قبل الدي في عندي إي تطابق الصوتي بيلحق إي وضيفي لاحق و بعدين لاحقتل بان ام وكزالك الامر بالنسب للكل بان گديورم سن gidiyorsun او gidiyor بيز gidiyoruz سيز gidiyorsunuz ان لار gidiyor لار أحسنتي براو عليك